بين هذه الأمور التي يجب أن نردها في البال وهي مهمة و هي ضرورية هو النظام الغذائي لأن النظام الغذائي كما قلت لكم في الليف لدينا قبل هذا هو حركة نقصات كثيرة الماكلة كينة حدانة طبعا الحال كل واحد واللاحظ العوان كل واحد و ذلك الشيء الذي عنده في البيت الحركة نقصات والماكلة كينة حدانة و يتليفها تندون كله كثيرا يقدر يؤثر علينا في المجموعات الأمور يقدر يؤثر علينا عملية الزيادة في الدهن في الجسم يقدر يؤثر علينا في الزيادة الوزن في الجسم يقدر يؤثر على زيادة وثولاتي الكلستيرل الهدف هو أن كيف نقضى هذه النظام الغذائي النقطة التي احدنا قبل أن نقصت من العدد الواجبات والنسبة للناس اللي انقصات عندهم الحركة اليوم، أريد أن نقضى لنا على من المسافة للنقاط في هذا الجانب الناس الذين يريدون اغتانموا هذه الفرصة للتواجدهم في البيوتهم ويريدون أن يفعلوا برنامج غذائي من أجل التنقية الجسم هي مسألة مهمة ومسألة ضرورية ومسألة التي تريد أن نفعلها دائما التنقية الجسم لديها القواعد والأسس هذه الأسس هي التي سنرى اليوم هذه الأسس تغذية لتنقلوا الجسم كما قلت نقطة مهمة ونقطة التي سنردها لها ما معنى تنقية الجسم؟ تنقية الجسم أولا تنعرفوا بأننا مجموعة من الأغذية تنقدروا ندخلوا بعض المواد التي تكون مضرة بالنسبة للصحة هذه المواد تكون عالقة في الجسم فهناك مجموعة الأمور الجسم تقوم بالعملية للتنقية يتحل بشكل يومي لأن بشكل يومي تنخرجوا السموم من الجسم ولكن تحتاج واحد وقيتها التي تريد أن يكون فيها قالص مرتاح لا يوجد ميدار لكي يقوم بالعملية للتنقية بشكل كبير بشكل كبير بشكل كبير الآن في هذه الفترة دي الحجر الصحي احنا عندنا الوقت تنظن أن الوقت ماشي ولي خاصنا هذا الوقت اللي كان الآن تحتاجنا نستغلوه بشكل إيجابي تنظن أنها فرصة ملائمة وفرصة زوينة بزاف للناس باش نتهلوه في الجسم دينا وعلى الأقل ندير واحد الأمور اللي هي إيجابية أننا نتخلصوا من السموم في هذه الفترة هذه طبي الآن تنسمعوا على وصفات أنا دائما تنقول لكم ضد الوصفات ما كناش وصفة سحرية ما كناش وصفة اللي غايم كلي نتبعها ومكلي نديرها وغا تعطيني نتيجة اللي هي إيجابية 100% الله يرجزكم بخير تهموا واحد المسألة اللي هي مهمة مسألة اللي هي ضرورية أنا دائما تنقولها وتنعودها وبغيت نأكد عليها عودتين اليوم را ما كنش غداء في الطبيعة اللي هو كامل ما كنش جميع الأغذية تتكامل في بين معينها ما كنش غداء اللي غادي ناخده غادي نقول هاد الغداء غادي نتناولوه وغادي يسدي ليه جميع الحتياجات ديالي ما كنش ما كنش ما كانش في الطبيعة تعتبر الأغذية الطبيعية ما كنش اللي كن هو هو برنامج، هو توازن، إكليبغ، أنه يمغضغ، الغداء الواحد اللي كان في الطبيعة، اللي هو كامل، ولي تيمكن اللي يصد الحتياجات دينا من جميع المكونات الغدائية، وبين قوسين جميع المكونات الغدائية، فوحد الفترة اللي هي معينة، هو حليب الأم بالنسبة للرديع، لا يوجد في الطبيعة غداء طبيعي، سنعتمد إليه، وسأعطني قاعدك شيء اللي بغيت، ولا يعالج ليه قاعدك شيء اللي بغيت، ولا يحقق ليه مجموعة، ما كانش، يعني ما يمكن لش نجي وغن ندير واحد البروغرام أليمنتر، بعد سمانة أو 15 يوم، وغن نضر فيه، وغن نكون فيه غداء واحد مادة غدائية واحدة، وغن تعطيني نتيجة، ما المستحيل؟ حليب الأم هو الغداء الوحيد، اللي كان بالنسبة للرديع، في واحد الفترة اللي هي محددة، في الشهور الأولى، أما من بعد ما تبقى شخصنا نعاونه بالماكلة، وتنضيره إلى أخيره، لهذا، اللي تنقول لكم، باش نقوم بالعملية التنقية، كان هناك مجموعة عندي الأمور تخصنا نتبعوها، كان هناك مجموعة عندي الأمور تخصنا نتبعوها، من بين هاد الأمور التي تخصنا نتبعوه، هو واحد النظام غدائي، واحد البرنامج غدائي، اللي تيخص يكون متوازن، والهدف دياله هو التنقية، لأن أي برنامج غدائي عنده مجموعة من الأهداف، على حسب أنا شنو بغيت من البرنامج الغدائي، لذا فالناس باش نبدأ هذا البرنامج الغدائي ديال التنقية، يجب أن يكون أنا مقتنع به، سوف نبدأ هذا البرنامج الغدائي، لكي نتبعوها، بالنسبة للمدة، كل واحد يدر المدة اللي يبغى، كلمة كل يدرون في يومين، كلمة كل يدرون في ثلاثة أيام، كلمة كل يدرون في أربع أيام، كلمة كل يدرون في أسبوع، وإن كان أنا شخصيا، أفضل أن نتبعوها قائدة، هذه الأمور نتبعوها يومياً، لأن يومياً تناوله، لذلك يومياً يجب أن نتبعوها، هذا موضوع يمكن أن نتبعوها من بعد، ولكن غير ذلك، نحاول أن نقنعو نفسنا، وأن نقنعو الناس الذين معنا، لكي نرى هذا الاتجاه، أننا سنأخذ واحد، ثلاثة أيام، أو أربع أيام، أو سمانة مثلاً، ونقوم بعمل هذه البرنامج الغدائي ديال النظام الغدائي من أجل تنقية الجسم. نقطة الأولى التي تنكدها لها، والذي أشرحها في اللايف لديه، ونعود أن نشرحها لها، هو أن الجسم لكي يقوم بالعملية التنقية، تخصي الجهاز الهضمي يكون خوي، تخصي الجهاز الهضمي، لا يكون فيه شيء ما يشغله، لا يكون فيه أغذية، يعني أن الجهاز الهضمي يكون فيه خوي، يكون فيه أغذية، لهذا فهم الأفضل، النقطة الأولى التي تنعطيكم، والنصيحة الأولى التي تنعطيكم بالنسبة للناس، الذين يريد أن ينقصوا من السموم في الجسم ديالهم، الله يجازيكم بخير، حاولوا ما أمكن أن تبعدوا ما بين الواجبات، لا تجعلوا الواجبات قرب، تجعلوا الواجبات يكونوا بعاد، لكي يمكن أن الجهاز الهضمي يستفد من جميع، يمكن أن يتخلص ويقوم بالعملية التنقية، إذا كانوا الواجبات قرب، بطبيعة الحال، فهذه مسألة التي ستكون مضرة، ومسألة التي ستقدر تخلق مشكلة بالنسبة للجسم ديالنا، حاولوا دائما تكون مسألة التي ستخلق مشكلة بالنسبة للتنقية، لذلك النقطة الأولى التي ستقوم بخير، أنا أتبعد من الواجبات، الناس الذين قدرون أن يصوموا، أحسن شيء، أحسن فرصة، أحسن مناسبة، لكي يمكن أن نقوّل جهاز المناعي، ونقل جسم ديالي، هو الصيام، نجد أن نظر على الصيام، رأي الناس الذين يريدون الصيام ديالهم، الصيام الديني، الله يتقبل، مزيان، لأن الناس الذين لا يستطيعون أن يصوموا، لا يستطيعون أن يصوموا، فأنا نظر على الجانب الغذائي، فقلت للناس، لاحظ العوان الذين لا يستطيعون أن يصوموا، كيف يصوموا؟ ممكن أن يخلوا الماء، يعني ممكن أن يشربوا الماء مثلا مرة مرة، ممكن أن يتناولوا بعض الأغذية، التي ستساهم في التنقية، وهذه النقطة التي سنظر عليها، عندما قلنا النقطة الأولى، أننا نبعد من الواجبات، يعني نضع وجبتين في اليوم، وربما وجبة تانوية، ونرى الناس الذين يتناولون في الدار، ستكون هناك وجبة رئيسية، ووجبتين تانوية، التي تريد أن تنقي، أنا أتنظر على الناس الذين يريدون أن يقوموا بعملية التنقية، التنقية الجسم، التنقية الجسم يعني أن ينتخلص من السموم التي كان في الجسم، هذه النقطة الأولى، ثم نبعد من الواجبات، النقطة الثانية، شرب السوائل بكمية كافية، ماذا نقول بكمية كافية؟ ماذا يعني كمية كافية؟ لا نشرب خمسة طرف النهار دالما، لا، كما نضرب بكمية كافية، أنني على الأقل، واحد جوج يطروا دالما في النهار، وليس يحتاجين للعطش، كل عشرة دقائق ربع ساعة، نشرب واحد جغيمة ولا جوج، نحن الآن في البيوت، نشرب الماء بكمية كافية، وما شربت الماء بكمية كافية، لأن الجسم تتخلص من السموم، وتنخرج السموم على الماء، لأن الجسم تتخلص كائن السموم التي تخرجه به هذه الطريقة، وبالتالي، نشرب بكمية كافية، ساعدني ساعدني لنقي الجسم، فلماء أتمنى أنه ما يكون لقينا في قراءة الماء، نحتاج لديها في ماء آخر، نحتاج لديها في أشربة أخرى، مثل ساعدني ساعدني لقوم بعملات تنقية. ساعدني بعملات الخضر، لا نضيف الملحة بزاف، ولا نضيف الملحة بش contribution، ، ساعدني لن تتخلص من السموم داخل الجسم، لأنه لماذا؟ نشرب حساء الخضر مهم بالنسبة للتنقية لأنه أولا فيه الماء، ثاني الحساء الخضر بكمية كافية فيه مادة البوتاسيوم، هذه المادة هي مدرة للبول وبالتالي لماذا نشربها؟ تنخرجونه مبزاف فشحل ما كلينا هذه المادة البوتاسيوم بالنسبة للأشخاص العاديين لأنه لا يعنيه مراد، بالنسبة للناس المصابين في مراد الكلي مثلا من القصور الكاليو و الناس الذين يدعون الدياليز لأنه ليس ممنوع، البوتاسيوم يردون البال لأنه يستطيع أن يدعنا مشاكل، فأنا نصائح لأعطي الآن بالنسبة للأشخاص الذين يعنيه مراد، هذه بين قوسين لذلك قلت، هذه المادة البوتاسيوم، يجب أن يكون حساء الخضر هذا البوتاسيوم يخرج من الخضر و يأتي إلى هذا الماء الذي يتحن فيه اللي تنشربوه، وبالتالي فهي مديرة وتدخليني أنني نخرج سمو من الجسم ديالي غير هو الناس مثلا من تسلق الخضراء، إذا كنتوا غتسلقوها، ما تلحوش هذا كلمة هذا كلمة خليه لأنه عامر بالبوتاسيوم، هذه فقط بين قوسين لذلك بعد ما بين الوجبات، تكون مدة طويلة مثلا غنفطر الصباح مع التمنيات سعود العشرة، ما غنأكل وجبة أخرى تلسل سدلعشية وللسل سبعات العشية، هذه مهمة، مهمة بزاف، ما بيناتهم، سوف نشوفوا ما سوف نديره، كما سوف ندير هذه المكونات هذه الوجبة؟ ألو، كما ننقي الجسم ديالنا، الناس اللي تخلصوا من السمو من الجسم ديالنا، شحال ما كلنا نباتيين، شحال ما أفضل، يعني 81% أو 90% نكونوا نباتيين، رأيت لكم في الأول، كي الناس اللي غادي يديروها مثلا لواحد ثلث أيام أو لارب أيام أو لثمانة، الناس، نعم، نحن نحاول جاوب بهذا، الناس مثلا لما تقدرش أنه يشربوا الماء عادي، ممكن يرقدوا في الماء، ما يرقدوا فيه مثلا، ورقد نعناه، ممكن يرقدوا فيه مثلا، طريفة الحمض، طريفة الليمون، يجب أن يكون هذا المعطاق ديال، أمن ما بوحضورها كافية، فقلت أن الوجبات، أولا نحاول أن نكونوا نباتيين ما أمكان، شحال ما كنت نباتي، شحال ما تندخل بوتاسيوم الجسم ديالي، أن المادة البوتاسيوم في كينا، كينا في جميع الأغذية تقريبا طبيعية، ولكن تلقاها بزاف في الأغذية النباتية، فالأغذية النباتية تحتوي على شكل كبير على هذا المادة ديال البوتاسيوم، يعني في الصباح مثلا في الفطور، سوف نفطر إما بزافة الحسوة ديال البلبولات الشئير بالماء مثلا، أو لا سوف نفطر بالخبز ديال الزراع، أو بالخبز ديال الشئير زويتها بلدية وقتها، أو لا الناس اللي غيفي قمعة طلين، وبغيت تغدى، بطبع هذا الحال ما غادش يفطر، أو لا ممكن الفطور ديالي مثلا، حيط إحنا دابا ما تنتحركوش، ما محتاجنش لطاقة بزاف، ممكن في الصبح نفطر بفاكهة وثلاثة التمارات، ممكن، بلسة اللي ما غاديش، ماتلا غيفيق مع الطلتة، طالتة، طلتة، طلتناش، اذا رأي شد رأي تفطر، رأي فاكهة، بانانة مثلا، وثلاثة التمارات، كافيين، باش انهم، إساعدوا، تهو ما دخني في الديتوكس، أتنسيون، التمره غني به البوتاسيوم، وتهو تيدخلي بزاف العملية الديتوكس، لأنه غني كيف مقتلكم به البوتاسيوم، فهدف الفطور ديالي. ممكن نشرب كويزر اتادي ديالي عادي ممكن تندي اشي مشكل غير الله يجازيكم بخير نحاول ما امكن انني نحاول ما امكن انني نسمحوا لي نحاول ما امكن انني نكون نباتي ومن لا اخدش سكر يعني بالنسبة للشاي ما ندرش في السكر لان السكر طبعي الحال ما انا لم ن hedره اه ت ان لا نهي في الواجبات الثانية مغن سميعا اقل اقلا اغداولي لها غادثنا تناوله الواجبات لا التناول الان اعودة نقولها الواجبات الثانية تقدر تكون اغدال PLT كل واحد ما ا也想يungsون الماكلة ستناكل من الجسم تأتي الجوع. ستعلموا هذه المسألة هذه. فقط الصباح يجب أن نفطر. لماذا ننظر إلى الفطور؟ يجب أن يكون فقط في الصباح مرة الفطور. لماذا؟ حينت أطوال المدة التي لم ينجوش هذه الوجبات. التي لم ينجوش الفطور. ولكن في الأيام العادية نخرجه وتمشيه للخدمة وما تعرفوا ما سنعود ونأكله إلى آخره. هذا مجدداً. نحن نقل في ديورنا. لذلك لا يمكن أن نفطر. لا يمكن أن يكون صباحاً نشرب أجل. ونأكل معاً أجل. ونبقى حتى نأكل وجبة أخرى. عادية جداً. لا يمكن أن نحيي دماغنا الله يجازيكم بأخير. لكن المسألة هي. يجب أن نفطر. 1-3-9-4 مباد. يجب أن نتغذى. و 1-4 مباد. يجب أن نقوم بأسكروت. و 2-3 مباد. يجب أن نتغذى. لا. لا أتنخرج. لا أتنقى في الدار. لا أتنضر طبيعة الحال هنا بالنسبة لحالات العادية. أما بالنسبة للناس التي يأخذوا أدوية والناس اللي مراد كيفما قلت في الأول. فهنا ستبقى حالات لي خاصة. لذلك. هذه المسألة. لا أتناول كل وقت. لا أتساعدني لنقى الجسم. نعود. نشرب سوائل بشكل كبير. خصوصا لما. الشاي. الصبة الخضراء إلى الأخيرة. الحسواء إلى الأخيرة. هذه كل الأغذية التي تتساعدنا لنقى. هدرنا على وجبة الفطور. الآن الوجبة الثانية. تقدر تكون غدا. تقدر تكون وجبة جمعة ومجوجة. في النهاية ما بين الخمسة وستة مثلا. سنأخذ طبق. فهنا أول شيء تنصح به. هو التناول. نبدأ دائما الوجبة دينا. إلا ما كنت اخذت فاكيهة خارج الوجبة. يعني مثلا. ممكن نأخذ فاكيهة. ونجي ونأكل طبق دينا من بعد. إلا ما كنت اخذت فاكيهة. ممكن نبدأ بها الوجبة دينا. ولكن اللي دروري. هو طبصيل الخضراء. لماذا الخضراء لا طيبة؟ لأن الخضراء لا تكون طيبة. تتكون الألياف الغذائية. تتلعب واحد دور اللي هو كبير. وهذه الألياف الغذائية تتلعب دور مهم بالنسبة لتنقية دي الجسم. لذلك. نظر على الألياف غذائية تتكون في أمور الخضر اللي لا طيبة. كينا بطبيعة الحال في أغدية أخرى. ولكن الخضراء تتطيب. الألياف لا تتبقى عندها نفس الدور. لذلك نأخذ تبصيل الشلاطة دي الخضراء لا طيبة. لا تقول الشلاطة الخضراء. رأى الشلاطة دي البصلة وما طيبة. فلفلو والبصلة. خيزو والخيار. اللي عندك موجود ديرو. غير المهم أن نأخذ كمية. واحد طبصيل تقريبا واحد مئتين ومئتين وخمسين جرام. دي الشلاطة دي الخضراء. ما طيبة. تهاية تتساعدني باش ننقية الجسم ديالي. من بعد. كما قلت لكم. نبقى ونباتيين ما أمكان. نقدر نديرتاجين ديالي في غل الخضراء. نقدر نأخذ العدس. نقدر نأخذ اللوبيا. نقدر نأخذ البسارة. وهذه كلها أغدية. اللي هي عامرة بمادة البوتاسيوم. والتي تتساعدنا. باش أننا ننقية الجسم ديالنا. شحال ما نقينا الجسم. شحال ما كلينا البوتاسيوم. شحال ما تنقية الجسم ديالنا. نعود نيكد بالنسبة للأشخاص العاديين. كل مرة غنعود باش نديرها أغبال. نبعدوا ما بيلا الواجبات. نشربوا السوائل بشكل كبير. ونكونوا نباتيين. واحد نسبة ديال 80 في المئة ولا 90 في المئة. لذلك الوجبة. غنأخذ حسوة بالماء. أو لأتي والخبز وزويتها بالدية. الخبز بالشئر أو الخبز بالنخالة. أو لأ ممكن نكتافي بفاكيه وجوش تميرات. أو لأكتافي بأتي والجوش تميرات. لا لدينا مشكلة. الوجبة الثانية قلنا. إما غنأخذ الفواكيه قبل. نقطع بهم. إذا قدرت نصبر. غنأخذ فاكيه. كانت هذه الوجبة الثانية غتكون بالليل. ندير زلافات السوبة. لا لدي مشكلة. وممكن ندير مثلا بالليل. ندير زلافات السوبة مثلا. أو لندير زلافات البصارة. الناس التي يأكلوا البصارة جارية. ممكن نديرها كذلك بالليل. فلا نردوا البلا أنني نخصني الكيمية. راهي الجودة الأغذية. وردوا البلا أنكم مرة من تأكلوها. فلقيتها تتبع. تم حبس. طبق الثاني. منين نجي للجوع؟ حاولوا تخليوا الجسم ديلكم يحس بوحد شوية ديال الجوع. تكون عندو رغبة في الأكل. لأن هذا الجوع. هو الذي يجعلني أن نجيب الدهون. من المخزون ديالي. ونستعملها. ونحرق هذه الدهون. تطلق سومهم. والجسم تطرحه خارج الجسم ديالنا. وتخرجه على بره. عندما تجعله في مدة طويلة. عندما تحس بوحد شوية الجوع. يجعله خارجه. لنسبة الجسم ديالي. فتور. الوجبة الثانية. ما بين الوجبات. ممكن نخطفكها. بالنسبة للعصائر. هل تسمعون كثير من ان العصائر 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 العصائر. بالنسبة للعصائر كان هناك من المسألة. حاولوا يعني ممكن في النهار ممكن ديروا عصير دي الفواكيه وعصير وإن كان في هاد الفترة هاده بالضبط لانا ما تنحركوش ما تنحركوش انا افضل عصير الخضر لانا عصير الخضر غيساعدني باش انني نجيب البوتاسيوم نجيب الماء ولكن ما فيش سعرات حرارية كثيرة لانا الخضر ما فيش سكر بحال الفواكيه الفواكيه في يوم سكر بزيف تم عارفوا هذه المسألة هذا ما تقنش انا ما ناكلوهم شو ممكن ناخدوهم ممكن ممكن ناخدوش لاتار مع الفواكيه في اليوم ولكن انا تنفضل تناول الفاكيه على شرب عصير فاكيه الخضر ممكن ناخدوه عصير الخضر عصير الخضر يساعد بشكل كبير كذلك في التنقية بحيث انني ممكن دير مثلا عصير خضر مثلا دي الخيار مع خيزو ممكن دير الباربا مثلا مع الخيار ممكن دير جميع انواع العصائر كلهم بدون السيتناب لما تقود دخلوه تشوفوه تقلبوه على وصفات وعلى دي جو باش انا ننقل الجسم ديري انا تنقول للكم جميع الخضر الى قدرتوها عصير كلها جو ساعد في تنقية الجسم فقط شرط واحد انا عندي شرط واحد اللي يخصون يديرو واحد شريط واحد موسمية الخضر او للفاكيه الموسمية بلا ما تقود تقلبوه الله خصنا نزيدوه هادي ونقصوه على هادي وزدالها الكرافس وحيد من اخيزو وزدالها الباربا وزدالها البت وزدالها بتاطا وزدالها الخص وحيد من جميع انواع الخضر وجميع العصائر دي الخضر تساهم بشكل كبير في التنقية دي الجسم دي انا بسألة واضحة هادي الامور هادي واش امور دي صعيبة انا نديروها الامور اللي هي بسيطة واللي ممكن ان انا اي واحد يديرها في واحدها في نهار يومين تلتيم علش انا قدرت على هذا الموضوع لانا اتنا شوف انا الناس يدروا على لتشاركة احتلال مغلولين sessions بمحال شي حاش Ludovic على صحwalTV وانا اناpsśmy بلتشاركة الفوائي الديال وكبيره ولكن رأي مسألة بسيطة جداً. دب الناس يدخلوا تقلبوا ها كيفاش ديتوكس عادي. هلاش قلت لكم قبيلاً قدروا نقاو 80-90% نباتين. الناس مثلاً اللي عنده رغبة باش يأكل واحد طريف مثلاً دي السماك و واحد طريف دي الحم. يكون بكمية قليلة. ما يكونش كمية كبيرة. لأننا ننظروا على أننا نخرجوا السمو وبالتالي ما ندخلوها. لهذه الفترة. الناس اللي بغين يديرو ديتوكس. رأى ممنوع منعاً كلياً السكريات. ممنوع منعاً كلياً المقليات. ممنوع منعاً كلياً المشروبات السكريا. تفهمنا؟ نهائياً. هذي أمور طبعاً يتحلق سنحيدوها في مرة. حنا تقولوا أننا ممكن مرة مرة ناخدوها ماشي مشكل. ولكن مني غين بغين ديرو ديتوكس ديالي ما كينش هذي الأمور غادي. تمنى أن رسالتكم وصلتكم. تمنى أن نكونوا اه تختيتوا فكرة على كيفاش أنا نقلوا الجيسين ديالنا. غين نحاوض بخلاصة بعجالة. نبعدو ما بين الوجبات. نكتروا من السوائل. نكونوا نباتين بنيسبة كبيرة. نكتروا من الخضر. ناخدوا الفواكية ما بين الوجبات. ونديروا فقط واجباتين في اليوم. اللي يكون في يوم الحبوب الكاملة. ادفة زرع الكتان وزنجلان كنتي قد ننساها. ادفة زرع الكتان وزنجلان. مهمة جدا. الحامد الحمد 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 الحمد. نرحن نرجع من هذه الحامد ما نرى ما هي أكستخدوك دينار. الحامد رانا عادية بحالو بحال فواكية الأخرى. كل فاكيه عندها الفاو إيجابية ديالها ومهمة بالنسبة للجسم ديالنا نكتشاش قلت لكم في الأول بديت هذا وقلت لكم رمكين شي غداء سحري رمكين شي حاجة سحرية غنقول هذي غدينها كلها وغدت حلي المشكي رمكيناش رمكين شي حاجة ماجيك في التغذية اللي كين هو أنا نتبع على المدى الباعيد مش على المدى القريب من نتبع على المدى الباعيد أكيد فهذا تعطيني نتيجة نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذه النقطة هذه لأنها مهمة ومهمة بشكل كبير يعني نحاول ما أمكن أنني نتبع على المدى الباعيد مثل نتبع على المدى الباعيد يعني أنني سأنتبع هذه النصائح هذه لكي يمكن أن نعطي نتيجة بعض الناس مثلا بغير يشرب كويس ديال البن مدى مشكلة الغازات لا مشي الغازات هذا موضوع آخر ديال الغازات السيام المتقطع الأول يدرنا لي دابا هذا السيام المتقطع الأول يدرنا عليه سوف نأخذ في الصباح ونبعد في الواجبات هذا بس سمية بعض الأحيان تعطينا واحد شوية ديال هذا السيام المتقطع 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 نتمنى اننا نكونوا جاوبنا بواحد شوية على هذا الموضوع ديال الديتوكس كيف ما قلت لكم ما كانش هناك اغدية اللي هي سحرية ما كانش اغدية اللي هي ماجيك اللي كان هو اغدية اللي قصة نعرفه كيفاش نجمعوا مبيناتهم نعم هذه فورصة الايام البعيد الناس اللي قادرين ينسوموا في يسوموا اغدية اللي جا تقوي المناعة غنعود ونضروع لها لان بزاف ديالناس لبمنا هذه المسألة هذه دوك الاغدية اللي ستقوي المناعة كيف ما قلنا جميع الاغدية الطبيعية ولكن خصوصا يعني نمشيو الزيت الزيتون السيلة كدير يكون بشكل يومي التمر كدير كدير يكون بشكل يومي الحبوب الكاملة تكون بشكل يومي انه الخبز بالنخارة ولا الخبز بالشعير نمشيو كدير الشرب بالماء بكمية كافية نزيدو زرع الكتان نزيدو الكامون نزيدو زنجلان في الخبز نبتعدو للسكريات ونبتعدو على المقليات لأن الاغدية تنقس منها المناعة وتتضررها في الجسم Όي نبقى یجابيين بالتبع للحال انهاICK يوجد دي الاخذية هي قوية لاخذية بالدور ولكن هذا لا يعني ان الاخذية الاخرى لا تقوم بهذا الدور البس لاتقومي مناعة والشترك والبصل تتقومي مناعة والبي sign الوبيا تتقومي المناعة الحمم الس وقومي في صفعتها غير هي تخسام بقو غanges لها لا يجلس يقول لكل ما الح lingu Order لا اوليek القوية . حاولوا شي لا حاولتوا غير تدخلوا غير هاد الامور اللي غنقول لكم الان. غير الخبز بالنخالة او للخبز الشعير البلبولة الشعير زيت زيتون تمر واحد جوج ولا ثلاثة التميرات فالنهار كلهم اعطيهم لولادكم. هي تميرات. هي جوج ولا ثلاثة التميرات. رهب غي ساعدونا المدى الباعيد باش انانا نقول مناها دينا. ميجيش عزين الخبز يلك فالدار زيدي مع القادية الزنجلان او مع القادية الزنجلان الكتن بالعائلة كلها. اشنو غتخسري. تحاجق. لهذا فهدي كلها اغدية اللي غتساعدني باش نقوي المناعة وطبع الحال غتساعدني حتى في بنسبة للديتوكس. قلنا انانا نباعدوما بالواجبات. انا نشربوا السوائل بزاف. انا نكتروا من تناول دي الخضر والتناول دي الفواكيل. الفواكيل تكون خارج الواجبات وخصوصا في الفترة النهارية. منتوصل الفترة الليلية نعتمدو على الخضر سواء ندروها عصير سواء ندروها حساء. نتناولوا الاغدية لفالبوتاسيوم بزاف. بحل الفواكيل جافة. بحل الحبوب الكاملة. بحل القطاني كدلك. هذه مسألة اللي كان نقوم بها واحد يومين وثلاثة يام ونربع ايام. وغتساعدني باش اناني ننقي الجسم ديلي. وما تنسوش. نبقوا في ديورنا. ونبقوا ايجابيين. والله يجازيكم بخير. فقط واحد طلب صغير وورعا فاكم. نتعاونوا مع بعديتنا. اللي قد دعون شي واحد يعاونه. اللي قد يتطلب شي واحد يتطلب فيه. رحنا عارفين كيفاش الامور غادية. نبقوا مجموعين الله يجازيكم بخير لانا هدوهما المغاربة. هدوهما المغاربان معروفين بالكرم. معروفين بالالتزام ديالهم. معروفين بالتلاحم ديالهم. فنعاونوا بعضنا البالدرة كل واحد فينا. عندو شي واحد تعرفو. اللي اللي حسل العوان ما عندوش. فنتهلوف بعديتنا. البخو بوليس والعسل نعم اكيد ان العسل كدلك داخل في الاغذية تتقوي المنعها. ولكن انا ما تنبغيش نظر على هذه الاغذية. لانها اغذية صعيب باش تلقاها. باش تلقا واحد العسل حر مثلا صعيب. فانا تنحاول نظر على الاغذ اللي متواشده في جميع البيوت المغربية.